وأرجع إلى الضمانات أنتوا واثقين بأنه في جلسة يوم غد لأنه إحنا تتذكر لما كنا نتحدث بالإعلام عن السلة الواحدة جلسة وحدة تشرع القوانين وانتهينا لكن لأول مرة ضمن السلة الواحدة أنه الجلسات يعني تعبر لليوم الثاني وبالتالي في أربيل هل هناك خشية بالانقلاب على الاتفاق السياسي نعم يعني أولا بالنسبة للصادق يعني لضيفك الكريم الساد وائل نذكر أن العراق دولة إسلامية مثل ما ذكرت جنابك عدنا قوميات وأقليات وأرقيات وأثنيات يعني ما يجوز أن نطلق أوكي إسلام لا لا ساد وائل ذكرت العراق لا لا ذكرت العراق دولة إسلامية ساد وائل أنا ما أقدر أرجع للتسجيل عفوا إذا كان المعنى بها إذا فهمت أنا مخطئ أنا أقصد أنه الشعب بأغلبية مسلمة يعني دين البلد الإسلامي هذا كلام سليم هذا الذي يعني إذن هو بلد مسلم وليس بلد لأنه أنت ذكرت دولة إسلامية هنا لا خشينا بالمحظور لا 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 متعدد الأديان والمذاهر أعتذر عن هذه الصيارة متعدد الأديان والمذاهر أعتذر عن هذه الصيارة زاكر الله خير أي ساد عمال أوكي أثنين دكتور زيد أنت تعرف يعني أنا ما ألف ودور ولا أجامل صريح نوعا ما وأحيانا سبب لي مشاكل هذه الصراحة الشعب سأم سأم من الحكم الديني الإسلام السياسي يقول لك باسم الدين باقون الحرامية يعني الإسلام السياسي من دخل وحكم وباسم الدين وباسم المذهب الشعب عانى الويلات والأمرين منذ 18 سنة فلذلك الضغط الشعبي كان أقوى من الضغط الخارجي سواء كان إيرانيا مع تمرير الفقه والشريعة الإسلامية بالمحاكات المتحادية أو بالضبط الأمريكي يعني أنت مؤمن بوجود ضغطين كان أقوى كان أقوى من الطرفين يعني أنت مؤمن بوجود ضغط إيراني ومؤمن بوجود ضغط أمريكي يعني بهذا الصراحة لا اكيد دكتور زايد يعني صراع 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 بين قوتين ايراني وامريكا على الارض الاراقي على الارض الاراق والاراق صار مسرح للصراع وحطب عفوا مع ذراك هذا محسوم الصراع محسوم بكل جزئية حتى بالاتحادية يعني هل يأكو ضغط ايراني مثلا السفير يجي على القيادات السياسية مشهولية وامريكان مثلا السفير الامريكي يجي عليهم يقول لاتمشوا بهذه الصيغة طبعا 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 الدولة كلها يتخير دكتور زايد ونحن حجينا المحكمة الاتحادية النتائج الاخيرة والبد الاخير بالنسبة للقرارات والتشريعين من البرلمان وتفسير نصوص الدستور كلها من المحكمة الاتحادية اذا اخذ الطابع اسلاموي انتهت صرنا دولة اسلامية بعدين باقي الاقليات وباقي الاديان وباقي المذاهب وباقي هذه مشكلة حقيقية على الاموم احنا يعني قرجك يعني الشعب الاراقي قال كلمته قال كلمته ضد الحكم الديني الاسلامي وخاصة بعد ما دخل الاسلام السياسي بالحكم قبل 18 سنة لحد الان لانه الشعب ما شاف ما شاف اي خير من عدهم